بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت في عهد ما قبل نبي الله سليمان عليه السلام كان هناك مدينة في العراق اسمها بابل وكان اليهود قد نشر فيها السحر والفساد وأرهبوا الناس وجعلوهم يعيشون في رعب وفزع وهلع بسبب انتشار السحر والسحرة في بابل واشتهرت بابل في ذلك الوقت بممارسة الطقوس والتعاليم السحرية وكان اليهود قد أوهم الناس من سكان مدينة بابل أن السحر يستطيع أن يضرهم وينفعهم وأنهم يملكون مقاليد كل شيء فاستطاعوا بذلك أن يرهبوا أهل المدينة وأن يخضعوهم ويسخروهم لخدمتهم فقد كانت الشياطين تصعد إلى السماء وتسترق السمع وتسمع ما سيحدث في الأرض من مقادير الخلائق فيستمعون إلى كلام الملائكة ويعرفون ما سيحدث في الأرض من موت أو غيب أو رزق ثم يأتون الكهنة والسحرة فيخبرونهم بذلك فإذا جاء الناس إلى السحرة والكهنة وذكروا لهم بعض تلك الغيبيات وحدث الذي أخبروهم به ظنوا أن السحرة والكهنة يعلمون الغيبة فلما أصبح الكهنة موضع ثقة الناس بدأوا يزيدون مع كل كلمة يعرفونها من الشياطين الكثير والكثير فكتب الناس تلك الأخبار الكاذبة في كتبهم وانتشر في بني إسرائيل أن الجن يعلمون الغيبة فأنزل الله عز وجل ملكين كريمين هما هاروت وماروت وجعلهما يهبطان في مدينة بابل بالعراق وكان اليهود قد أوهموا سكان مدينة بابل أن الساحر يستطيعوا أن يضرهم وينفعهم فاستطاعوا بذلك أن يرهبوا أهل المدينة وأن يخضعوهم ويسخروهم لخدمتهم فأنزل الله عز وجل هاروت وماروت ليكشف الحقيقة لأهل بابل ويزيحوا هذا الكابوس من على قلوبهم ويخلصوهم من تسلط اليهود عليهم فكانت مهمة هاروت وماروت في بابل متعلقة بالسحر والسحرة وإزالة ما علق في نفوس الناس من هلع وفزع بسببه فكان هذان الملكان الكريمان يعلمان الناس في بابل السحر ويكشفان لهم حقيقته ويقدمان لهم المبادئ والأسس التي يقوم عليها السحر وكأنهما يقولان لهم إن السحر يمكن أن يتعلمه الإنسان وإنه ليس ألغازا وطلاسم بل هو علم مثل أي علم يحصل بالتعليم والكسب وإن الساحر لا يستطيع أن يضر شيئا أو ينفع آخر إلا بإذن الله ولكن هذين الملكين الكريمين كانا يعلمان الناس السحر لكشف حقيقته وتحذير الناس منه لا ليتعلموه ويمارسوه ويعملوا به ولهذا كان هاروت وماروت لا يعلمان من أحد حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر أي لا تتعلم السحر لتعمل به ولا لتمارسه وانتهت مهمة الملكين ببابل هاروت وماروت وصعد إلى السماء ملكين كريمين كما نزل منها ملكين كريمين ولكن أهل بابل لم يأخذوا بنصيحة الملكين الكريمين بل استغلوا تعليمهم السحر لهم في الشر والفسادة وصاروا يمارسون السحر ويفرقون به بين المرء وزوجه وقد ذمهم الله عز وجل بذلك التصرف الضال للأحمق فقال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولما بعث الله عز وجل نبيه سليمان عليه السلام جمع كل كتب السحر تلك ووضعها في صندوق ثم دفنها تحت الكرسي الذي يجلس عليه وقال عليه السلام لا أريد أن أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب ومن سمعته يقول ذلك ضربت عنقه بالسيف ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يقترب من كرسي سليمان عليه السلام إلا احترق فلما مات سليمان عليه السلام وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان وخلف من بعده ذلك خلف تمثل لهم الشيطان في صورة إنسان ثم أتى نفرا من بني إسرائيل فقال لهم هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ فقالوا نعم قال احفروا تحت الكرسي فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحيته فقالوا له اقترب فقال لا ولكنني هاهنا في أيديكم فإن لم تجدوه فاقتلوني فحفروا فوجدوا تلك الكتب فلما أخرجوها قال الشيطان إن سليمان إنما كان يحكم الإنس والشياطين والطير بهذا السحر ثم طار وذهب وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا واتخذت بني إسرائيل تلك الكتب وظل الناس يظنون أن سليمان عليه السلام كان ساحرا إلى أن بعث الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت ويقال إنه كان هناك رجل يقال له آصف وهو كاتب سليمان عليه السلام وكان يعلم اسم الله الأعظم وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسية فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به قال فكفره جهال الناس وسبوه ووقف لهم العلماء ودافعوا عنه فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله سبحانه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وبرأه الله تعالى من تهمة بني إسرائيل المفترات عليه التي قالوا فيها إنه ساحر ولم يكن يوما ساحرا بل كان نبيا كريما مباركا ولقد ورث بني إسرائيل سحر بابل ولم يمارس أحد من الناس السحر مثل ما فعل بني إسرائيل فمنذ عهد موسى عليه السلام حرم الله عز وجل عليهم ممارسة السحر كما في توراتهم فقبل موسى عليه السلام كان بني إسرائيل وثنيين يعبدون تماثيل من حجر أو خشب حتى إنهم عبدوا العجل في وقت موسى عليه السلام وكانت الشياطين تكلم الناس وهم لا يرونهم ويتلبسون بهم ويصرعونهم فكان بني إسرائيل يستغيثون بالتماثيل وكهنتها ويطلبون منهم عمل أي شيء يشفيهم من أمراضهم تلك ولما ازداد اعتقاد الناس فيهم ادعى الكهنة أنهم يعلمون الغيب وأنهم قادرون على تغيير حال الناس وطرد الأرواح الشريرة المتلبسة في الأجساد مما روج كثيرا للسحر في بني إسرائيل وقد وردت قصص مفترات على الملكين ومنها أنه كانت هناك امرأة اسمها الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس وأنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يعلمها الكلام الذي إذا تكلم به أحد يعرج إلى السماء وفي هذه الرواية أنهما علماها فعرجت إلى السماء فمسخت كوكبا ذلك أن الملائكة تعجب من عصيان بني آدم في الأرض فأمرهم الله أن يختاروا منهم من ينزل إلى الأرض وتكون فيه الشهوة كي ينظروا أيطيعون أم يعصون فاختاروا هاروت وماروت فجاءت الزهرة امرأة حسناء فتعرضت لهما حتى أغوتهما ثم مسخها الله كوكبا في السماء وأدرك الملائكة الأمر فاستغفروا للمؤمنين وهذا كذب وافتراء على الملائكة الأطهار والحديث الوارد في ذلك ضعفه كثير من أهل العلم الثقات وقد ورد ذكر اسمي هاروت وماروت في القرآن الكريم في موضع واحد فقط وبتأمل هذا الموضع نعرف أنهما من الملائكة لا من البشر وأنهما مرسلان من الله ليعلم الناس شيئا يقيهم من الشر لا أنهما معاقبان على ذنب وعليه فمن ادعى أنهما من البشر أو أنهما ملكان وقع في معصية فمسخهم الله تعالى فقد تكلم في أمر الغيب بلا علم وادعى أمرا يتنقص به ملائكة الرحمن المكرمين واعتقد بما في كتب بني إسرائيل بغير شاهد صدق له من الوحي المعصوم وقد وضع اليهود كتبا شحنوها بالسحر مثل التلمود وشروحاته المختلفة وكذلك كتاب الزهار الخاص بالقبالة وهو في أنواع السحر التي استقوها من البابليين وكذلك من تاريخهم الوثني بل زوروا مزمورا خاصا بعمل السحر أدرجوه في المزامير مثل سفر الزبور الموجود في الكتاب المقدس المنسوب إلى داود عليه السلام اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إني أسألك الهدى والدقى والعفاف والغنى والعمل الصالح والعلم النافع والخاتمة الحسنة اللهم على لا إله إلا الله محمد رسول الله وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين